سيدرو بلاستيك أنيميا سيدرو بلاستيك أنيميا برضو من أسباب اللي تقدي الهايبو كروميك ريد بلوت سيز ان ذا بريفرا بلوت سميز وبالتالي هي بتدخل معانا برضو في الأسباب ومفروض التفريقة عايزين نفرق بينها وبين الأنواع الأخرى اللي احنا اتعرضنا لها سابقا التفريقة هنا بتكون عن طريق ان انا باخد عينة من البومار يبقى البومارو لو خدت عينة بلاقي فيه خلايا أبنورمال الخلايا دي اسمها رينجد سيدرو بلاست رينجد سيدرو بلاست لو تلاحظ معايا دا عينة بومارو والخلية ديت لو تلاحظ انها نيوكليدت هتقولي نيوكليدت ازاي؟ قولك شوف بص الحتة اللي جوه دي كل اللي جوه ده جزء غامق كده شوية دي اسمها النيوكليس طب والجزء اللي برا ده سايتوبلازم على الطرف لو تلاحظ ان السايتوبلازم هتلاقي محوط النيوكليس حبيبات لونها ازا عارفين الحبيبات اللي لونها ازا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايرن حديد وتشافت بصبغة مهمة جدا الصبغة ديت بنقول عليها بيرلز ري اكشن واسم الصبغة اللي هي عاملة اللي الري اكشن ده عامله اسمها براشان بلو ستين براشان بلو ستين الخلية اللي احنا شايفانها دي اسمها رينجة سيدرو بلاست ودي خلية الكاركترستيك للسيدرو بلاستيك انيميا وعشان اعمل تشخيص لسيدرو بلاستيك انيميا لازي يكون عندي اكتر من 15% من الخلايا اللي هي نيوكليتد بون مارو ايريثرو بلاست اللي هي ايريثرو بلاست اللي هي الخلايا الاماتيوري بلاد سيلس اكتر من 15% يطلعوا ايه؟ رينجة سيدرو بلاست لو حصل كده على طول تتحول اسم الخلية من ايريثرو او نورمو ساعتني ساميها نورمو كمان في الخلية الطبيعية اللي هي نيوكليتد الى الاسم الابنورمال اللي هو رينجة سيدرو بلاست وهو ده السبب بتاعه لو نركز فيه هنلاقي كان فيه انزيم الانزيم ده كان مفوض انه هو يشتغل على الحديد على الايرن ويحوله الى ايه؟ الى هيم برافو طيب الانزيم ده في مشكلة في نقص في الانزيم ده فبالتالي الايرن مش عارفين نحوله الى هيم فيجمع الايرن حوالين نيوكليس ويعملنا رينجة سيدرو بلاست موسيقى